السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجتب ان يكون مبدئيا يكون او طلع ثانيا انا ارمالا وندي تقاعد كيف يكون التسجيل اي مدخول انا جاني واحد السؤال ثاني ملحة البطالة اصلا ملحة البطالة مليون ونصف يعني هاي باينة اصلا سقف المداخل بغض النظر على انها منحة البطالة وماشي معنى تابلي ما تقدرش تستفاد من السكن لكن صيغة اخرى اللي هي سكن اجتماعي لكن انه تقول لي منحة البطالة ان قدرنا استفاد من سكنات عدل اصلا هذا يكين حطوه في الفئة المداخل انه المدخول مليون ونصف هي المداخل يبدو من الفاندكات هذا الى فردنا بالنسبة المتقاعدين اجل يعني نتكلمو على فئة المتقاعدين العمل يخلصوا تقاعد يقدروا يستفادوا فقط لازم يكون هذا التقاعد تعوه يعني اكثر من الفاندكات يبدو من الفاندكات وطلع هدوهما والتسجيل يكون عن طريق الارضية ما كاش تسجيل واحدة ما كاش لي بافي وما كاش يعني عن طريق الارضية ولا المنصة يطلقوها على الساعة الخامسة في السنكجوية ان شاء الله يوم خمسة جولية والمعاقين هذا تاني والمعاقين استفاد من سكن عدل دقاء نتحدثوا على هذه النقطة انا هذو الاسئلة اللي مقبل باينين اللي جاوبت عليهم لكن المعاقين انت اراك معاق ما لابناش كيفاه الحال انتاعك تخلص ما تخلص تستفاد بلك المنحة الجوزافية فقط اللي هي سبعمائة الاف ولا اللي هي مليون او مليون ومئتين عفوا هذا اللي نسبة الاعاقة تعورها مئة بالمئة ولا اخر يعني الفئات الاخرى اللي عندهم اعاقة اقل من مئة بالمئة هذا مبيلي كومنتر تعادل حلل او حرام دقاء نعود نقولي له بالنسبة للمعاقين قلت لك انه اذا كنت تستفاد من منحة الجوزافية اوتوماتيك من المدخل تعاك روى سبعمائة الاف ولا كنت حتى انك تستفاد بتاع مليون ومئتين هنا اراك المدخل تعاك روى اقل من الفاندكات يعني هنا تتوجه الى فئة اخرى اللي هي او صيغة اخرى اللي هي السكن الاجتماعي لا ديال ما تقتلش تسجل فيه هذه اولا تانيا الى كنت مثلا انت معاق الى اخرى وخدام عندك مدخل هنا تسجل عادي كين تاكين اخرين يعني اللي ربما تخدم كين بزاف اللي عندهم نسبة اعاقة يعني وعندهم دي بوست وعندهم يعني عامل الى اخرى وعندهم مدخل فوق زوجه وربعمية هنا راح يستفاد من هاته الصيغة السكنية اكيد اكيد القلوبين القوصين الى كنت تغفر فيه الشرط اخرى خاصة بالامتلاك عقار خاصة بالسن الى اخرى الى اخرى شوفوا هذا الكومنتار جاني هذا مبيلي كومنتار اللي هم يجونا وهذا واحد منهم عدل حلال ولا حرام جاوبونا ربي يحفظكم انه اجابة هذا السؤال ماشي في هذه القناة ولا في اي قناة تتوجه لأحد اللي راك يعني احد العالمين ولا احد اللي عندهم يعني امكانية انه يجاوبك من خلال العلم انتعوا اكيد سواء استاذ استاذ جامعي استاذ قاري الشريعة ائمة المساجد هذو كاميرا مخوالين انه يوجهوكم وفهموهم الصغة وبالكم ما يكونوا يعرفوا هذه الصغة ويجاوبوكم مستحيل احنا نقولوكم حلال ولا حرام ولا انه النفتي وللناس احنا اصلا لسنا اهل الافتاء اكيد احنا سمعنا نعرفو شفنا المشايخ شفنا عدة وانتوما يعني تسألوا على هذه النقطة ولا هذه الجزئية الاحلال ولا الحرام ماشي قناة تاعي اللي تجاوبت الاحلال ولا الحرام انا لست اهلا للافتاء يعني ننفضل انه هذا السؤال ما تسألوا ليش ليا او تسألوا في هذه القناة انه حتى الى جاوبك شخص عن طريق قومون تغوين على بالك شكون هو ولا على بالك واش يكون ومام في اليوتيوب كنت تلقاوا يعني فيديوهات تشرح هذا الامر اللي هموا هذه النقطة نكملوا هادو بعض الاسئلة كاين بزاف يعني منظم انه كي جاوبت هادو يعني جاوبت على بزاف اه شروط باينين المداخل المداخل مام كيفوتوا يعني السقف تاع المداخل يفوت القيمة المحددة يعني هنا تاني تجهول لصيغة اخرى لا مثلا الان بي بي ولا استفاد من العقار عندك عقار استفاد من العضيال ولا زوج التاعكد وكامل ما يسبه لكش انه تستفاد من عدل اه تاني السن اه تاني ايضا لانه ما تنسوش انه ماشي غير الاشطر ربما انت ذوك الاشطر اللي كانوا ربعة رح يقولوا خمسة تقدر تدبرهم بشكل من الاشكال او بطريقة من الطرق لكن ما تنساش رح تكون عندك اه تاني اتخلص كل شهر رح تخلص قيمة مالية اللي هي اه قيمة يعني هو السكن بالايجار او اه البيع بالايجار يعني كل شهر تخلص قيمة مالية وانت في حد ذاتك مثلا عندك مينحة جوزة فيه او مينحة بطالة ما على برناش كيف هتخلصها لانه اصلا هي المينحق لي لا هنا يعني هذه الاسئلة انه اجابتهم واضحة لكن معليش نجاوبوا للاشارة فقط رح تكون كيناء مادة اللي هي المادة في الجريدة الرسمية اللي يتحدد على كيفية استفادة من اه من مشغل مسكنة عدل يعني من عدة اه اطار السكن المدعم عن طريق البنوك ولا عن طريق عدل ولا عن طريق يعني صياق اخرى هنا رح تكون مادة رح سوف تعدل هذه الايام سوف تصدر هذه الايام يعني رح نشوفوها وبالموازات رح تفتح المناصة الرقمية اللي راون تيريسي حبيس الجري سجل احنا نوجهه لكن لكن جزئية حلال ام حرام انا نظن انه التاج هو الاهل الاختصاص وهو ما يعني اللي يقدروا يجاوبكم على هذه النقطة احنا يا يعني اي اخبار لحظتوا انه نجيبوها طريقة التسجيل نجيبوها اه كيفية يعني الشروط الى اخره نجيبوكم معلومات نجيبوها من مصادرها المصادر اللي هي الجريدة الرسمية ولتصريحات مسؤولين نراه يعني كان صرح رئيس الجمهورية بلي انه رح يفتح هذه الصيغة ووزير السكن قال انه يعني خلاص كملوا التجهيزة رح يفتحوا هذه الصيغة رح تكون كاين للملاحظة فقط اي واحد يسجل في عدل ويكون متوفرة في الشروط يعني بستفج من سكان ومدخل تعوي ناسب الى اخرى الى اخرى تكونوا متأكدين انه رح يستفاد من هذه الصيغة السكنيات رح تمكنوا من حصول على الشقة فقط بالنسبة للزوجين قلت لكم يسجلوا واحد فيهم يعني واحد هو اللي يقوم بعملية التسجيل لماذا؟ لانه حتى الى سجلتم مع بعض رح يرفضو لكم الميلة ويدو مونديو منكم انكم واحد فيكم يدير تنازل وهذا حيسبب لكم شوية تأخير في الاستفادة سيوا سجلوا من الاوائل سيوا ما تغلطوش هادي هي نرمال موضوع واش لازم يكونوا كنصائح فقط لكن هادا كاليوم ان شاء الله نعود نحط فيديو الى اللقاء اشتركوا في القناة